هذه هي السوريا مثل ما تراها في دليل السياحة، أثار تعود إلى الحقبة الرومانية والإغريقية. هذه الأثار صنفت من قبل منظمة الأونسكو ضمن قائمة التراث العالمي. وهذه هي سوريا اليوم بما تشهده من مواجهات مسلحة وقتال طال كل مدن البلاد وحتى المواقع التاريخية والأثارية. الأثار التي صنفت ضمن قائمة التراث العالمي تقصف اليوم بقضائف الهاون. على أحدهم الذهاب سريعا إلى سوريا، إذ كان الوضع الأمني يسمح بذلك لتوثيق ما يحدث للمعالم الأثرية. هذا هو عالم الأثار الهولندي كيلة، سافر إلى العراق ومصر وليبيا لتوثيق الأضرار التي لحقت بالمعالم الأثرية للتمكن من محاسبة المسؤولين لاحقا. ما أسعى إليه أن يأخذ المجتمع الدولي مسؤوليته تجاه هذه الآثار بعد انتهاء القتال واستقرار الوضع الأمني عبر تقديم الدعاوى بحق المتاجرين بها هنا في لاهاي أو في أي مكان آخر. الأمر يتعدى التدمير، فبعض المنتفعين يستفيدون من الوضع الفوضوي. بعض المتاحف قد تم نهبها بسبب الغضب، والبعض الآخر بطلب مسبق. قد يكونون تجار سرقوا هذه الآثار، وأخفوها في جينيف أو في أي مكان آخر، على أمل بيعها في وقت لاحق. في النهاية أسعى بعض التجار أو بعض المتاحف لاقتناء هذه الآثار. نحن من واجبنا توثيق هذه الآثار، لأن الاتجار بها أمر غير قانوني، وتترتب عليه عقوبة شديدة.